سؤالي لك يا تانية يعني الشعب المصري كله بيقول ان هو شعب مختلف وشعب لي مدقه الخاص في الفن بشكل عام انتي بتشوفي الشعب المصري ازاي كتير مزوئ ومش معقول قديش بيحب الموسيقى وبيقدر الموسيقى الحلوة يعني هلا اكيد موسيقى مختلفة في قصص خفيفة قصص حلوة فرحة قصص حزينة بس بتحس المصر يعني مش معقول والدفاصيل الصغيرة يعني متما انت وهيك عرفت انه كل شي بتنتبهوا على كل شي يعني مش بس اغنية بتحبوها بتسمعوها بتمرو لا لا بتحبو تعرفوا عنها اكتر وتفاصيلها اعفوا ذكرناك كويس كمان لا عن جاد انه في قصص يعني اوقات انا بتعرفو انت نكون عام ننفذ اغنية تصوير او تسجيل منفكر بكتير اشياء بس اوقات منقول الناس مش حتع يعني ما حتتنتبه يعني عارفت انه انت في مثلا لاحظت انه انا وصغيرة الصابة الابن كيف انه هؤلاء القصص كتير مهمين وبحس انه لانكن عنكن هل قد ثقافة بالموسيقى وبالفلومة كمان يعني بالفلوم شكل عام ان كان لانه الفيديو كليب بورا عن مكس ما بين الاغنية وبنشوف كمان مشاهد درامية اكتر للأفلام او فمشي كده شي كتير حلو لانا يعني انه عن جد نحس بسدن اوبرا هاوس باستراليا لاجاليا لابنانية واخت لقلها جايزة ميوهاكس دوه وهيدا شي كتير يعني فرحني لانه اغنية شوي وطنية مختلفة بتحكي عن المخترب يعني اللابنان اللي عاش برات البلد يعني قبل ما نسمعها طبعا بنشكرك لوجودك ما انا انا بدي اشكركم انها الاستضافة وهذه الصبحية الحلوة معكم شكرا الصبحية طبعا احلى بيكي ودايما منورانا في مصر مصر طبعا بلدك التاني واحنا بنعتز بوجودك ونعتز بكل الحقيقة الشعب اللبناني الشقيق نورتنا وان شاء الله وان شاء الله كمان نشوف لبنان الفترة الجاية في وضع احسن بكتير زي ما كنا بنتكلم انا وانتي واحمد من شوية ان شاء الله